اشتركوا في القناة نقتل بعضنا وما الفائدة ألم يحن وقت وقف نزيف الدماء ألسنا سودانيين نشترك في كل شيء الدين الأرض السحنة الشهامة الكرم والشجاعة ألا يكفينا الدم الذي أريقه للتعايش بسلام واحترام سنوات انقضت والبلاد ما تزال في لجة الاصطراع الاثني الذي عطل الحياة وأوقف التعليم والخدمات والصحة لتزداد جراحنا على الفقر الذي استوطن البلاد ليعيدها كرة إلى سنوات الجاهلية حيث داحس والغبراء وحديثا حيث الهوت والتوتسي إذ لا منتصر في هكذا حرب فالجميع خاسر حاسر الرأس والأيدي ومسود الوجه على ما فعل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فدماؤنا حرام علينا كمثل المال والعرض فلماذا إذن نقربها رغم حرمتها ألم يعصمنا الدين عن ذلك؟ الجميع يبكي جراح الآلام حيث الموت بين الأخوة في اللاشيء الأرض الحواكير الانتماء القبيلة الموارد موجودات منذ الأزل لم تكن للصراع بل للفلاح والتعارف والتوادد بين البشر ليزيد الاختلاف قوة اللحمة فاجعلنا الله شعوبا وكبائلة لنتعارف لا لنتقاتل فهل ينتهي بنا الحال لمعرفة مآل قتل النفس في وطن يسع الجميع إذا طابت نفوس بنيه وكل تقبل الآخر ولكننا مصابون بحب هذه البلاد نحبها وإن كانت خرابة هذه البلاد تخصنا بحروبها وجياعها وصمتها المكسور في لين الفراغ تخصنا فهل تسارعت الخطة واتحدت الجهود لإيقاف النزيف ومعالجة الجراح أهلا بكم أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من دائرة الحدث والتي عنوناها للحديث حول الاقتلال القبلي أما كفى الجراح نزيفة نتحدث عن الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي يوم الخميس تحديدا في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق والتي راح ضحيتها حسب الإحصائيات الرسمية إنه في 13 قتل و24 مصابين لكن الإحصائيات دي المواطنين قالوا إنها غير دقيقة حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة وعدد المصابين أكبر وقالوا برضو عدد القتلى أكبر خلوني أرحب في بداية هذا الإلكاب الضيوفي داخل الأسودي أرحب على يساري بدكتور محمد بكر حسن عضو اللجنة المركزية العليا لإدارة أزمة النيل الأزرق أهلا وسهلا بك أهلا بك أستاذ ياسين ومرحب بكم وشكرين السوداني أرضى وشكرين الاستضافة شكرا جزيلا أهلا بك الباحث في قضايا السلام وفضل النزاعات الأستاذ عبدالله ديدان أهلا بك أهلا مرحب مساء الله خير ورحب عبر خط الهاتف بالقيادي المجتمعي بولاية النيل الأزرق الأستاذ عبدالرحمن أبو ميديان أستاذ عبدالرحمن هل تسمعوني أهلا وسهلا بك نعم أسمعك نعم أسمعك ورحب بيك وبإذاعة المفضلة بلادي المنتشرة في كل أرجاء بلادي أهلا بك وبكل من يتابع هذه الحلقة من دائرة الحدث ومن يتابعون كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة سأبدأ معك أستاذ أببكر يعني تجددت الاشتباكات في قليم النيل الأزرق بعد أن وقفت لفترة في محافظة ود الماحي ومناطق أخرى مما أسفر عن هذا العدد حسب الإحصائيات الرسمية وفي طلبتاشر قتيل وعدد المصابين 24 والمواطنين بيقولون العدد أكبر من كده يعني بيسأل الناس ما هي الأسباب وراء تجدد هذه النزاعات وهذا الاقتتال برحب بكم مرة أخرى والمشاهدين في القناة السودانية 24 حقيقة هي الأسباب بتات الصراع التي قد تكون ممكنني للأدرك هناك هي قد تكون يعني أسباب معلومة وكل الشعب السوداني الآن ومعظمه يمتلك الوسائل بتات التواصل الاجتماعي اللي هي يعني كل الشعب السوداني رأى أنه في مؤتمر تم إقامته في النيل الأذرك يجمع مجموعة من القيادات أو الزعمات الغبلية اللي قد تكون موجودة في النيل الأذرك وفي التوصيات بتاع هذا المؤتمر إنه يتم طرد الحوسة من إقليم النيل الأذرك ونزع الأقامة الوطنية ونزع أراضيهم يعني بالأصح إنه أمليه حق التحجير الغصري وأمليه حق التطهير إرقي بالنسبة للشعوب بتات الحوسة في ولاية النيل الأذرك ما إنهم هم موجودين موجود الممالك قبل أن يبقى هو يقليم بتاع النيل الأذرك موجود من زمن مملكة السنار ومملكة الفونج وغيرا هم موجودين هناك الآن تم أملية حق التالي بالرغم إنه كل الجراحات وكل الأشياء الحصرت إنه يعني هناك اتفاق بتوقف أدائيات بالرغم إنه أنا شاهد إنه برضو إنه فوق نوع من أنواع الظلم لأنه هناك طرف معتدي على طرف آخر والمكونة التي تكون موجود في النيل الأذرك مكونة الحوثة هو لم يعتدي على أي شخص هو عتد عليه النازجة أمرت وقف إطلاق وقف أدائيات قوص طوص الفاتق قبل شهرين طيب من الآن وهناك يعني يعني الوقف بتاع العدائيات يعني تم اقتراقه قرابة الأربع أو خمسة مرات منذ التوقيع والآن لا وجد أي سباب لا وجد أي سبب لتجدد الصراء ولكن تجدد الصراء لأنه هناك حدف الحدف هو تحجير الحوثة من إقليم النيل الأذرك موجود الأجهزة الأمنية التي تكون موجودة في النيل الأذرك سواء كان الحكومة على مستوى الإقليم بتالنيل الأذرك أو الحكومة المركزية هناك سقوط تام هناك تعتيم إعلامي للذي يحدث هناك فالآن الأحداث يعني بدأ تم اختراق الوسيقى بتوقف العدائيات قبل كم أسبوع من الآن في قنيص في قنيص شريك وفي مجمع طيبة وفي مناطق أخرى في أمدرفة الناس ويكفت والأجهزة جاءت تدخلت في إنما الأجهزة الأمنية كانت هي موجودة في النيل الأذرك جاءت تدخلت بعد ما قمل الأحداث طيب دوركم شروع في اللجنة المركزية لإدارة أزمة النيل الأذرك والأحداث دي هدعت فترة من الزمن والآن تجددت عملته شنو يعني نحن اللجنة دي اللجنة المركزية الأولية هي تكونت مع هدوث الأحداث في النيل الأذرك تكونت لأنه هناك اقتطال كانت يحصل هو ليس اقتطال غبلي كما تسمونه أنت بل هو يعمليها كالتطهير يقوم التحجير قصري اللجنة تكونت يعني وزحبنا وجلسنا مع الرئيس مجلس السيادة وجلسنا أيضا مع نائب رئيس مجلس السيادة وهناك آخرين أيضا جلسوا مع سيد مالك أغار أضو المجلس السيادة وجلسنا مع الحكومة وحققنا أنه تحدثنا أنه هناك سكوت تام وأدم تدخل وفرض حيبة الدولة في المفترض أنه هي تدخل لم تتدخل بعدها هناك تحرك ونحن نتحرك هنا و هناك على الأقل أنه ما يحصل الأملي حقا التحجير القصري اللي بتحصل في النيل الأدراج أن المواطنين على الأقل أنه يكون موجودين وأنه يرجع لمواطننا ما تكون أصلية وأنه يتم هماية بواسطة الأجهزة الأمنية وهي ليس مننا يعني أن الحكومة هي تحمي المواطن حقا أنه لا بد أن نمسي نحن نتحرك كالجنة أولياء حقا الأبناء الحوس حتى الحكومة يتجد الحكومة هي إذا لم تستطيع لا تستطيع أن تحمي المواطنين فليخرجوا ببيان أنه هم غير غادرين على حماية المواطنين أنه يتخلوا منه يقتطلوا فيما بيناتهم وبعد ذلك يخلوا أنه أي مواطن يصرف أنه يحمي نفسه لهذا الآن نحن نتبه أنه كل إقليم النيل الأزرق بكل مكوناته هو مواطن سوداني بغض النظر عن الطرف الآن لأنه برضو أيضا ليس له أي مصلحة في هذا الصراء الآن يحصل في الإقليم بتانيل الأزرق الطرف الآخر أيضا إذا الإقليم بتانيل الأزرق أنه رجع لورا برضو هو برجع لورا فالمكونات منذ الأزرق هم موجودين مع بعض أسمح لي أستاذ محمد أب بكر أنه أنتكم مباشرة لضيفي عبر خط الهاتف الأستاذ عبد الرحمن أبو ميديا تحدث محمد أب بكر أنه يعني قبائل الهوصة تم الاعتداء عليها وهناك عملية تهجير رئيس اقتطال قبلي كما ذكر بشكل واضح يعني ما هي الجهات أو ما هي القبائل التي تسعى إلى تهجيرهم من هذه المنطقة بشكل واضح وما الذي يحدث هناك على الأرض طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلامة رسول الله أول مرحب بقناة سودان 24 وشكرا لكم لهذه الفوصة الطيبة نحن بكم أنا أبدأ بأن أتأسف على ما حدث في النير الأزرق وهي منطقة مشهورة بالسلام والوئام والتعايش السلمي منذ تاريخها القديم 1504 وإلى الأيام الماضية ما قبل يوليو 2022 والقبائل التي حصلت معها النزاء هي قبائل متعايشة مع بعضها بعض منذ 50 أو أكثر وساكنين متعايشين مع بعضهم ومتعاملين مع بعضهم لكن أبدأ وقول بقوة لا أستبعد أبدا أن تكون هناك أيدي خفية من داخل السودان وخارج السودان وخارج المنطقة تحرك هذه الحوادث لإضعاف المنطقة ولأغراضها الخاصة ومصالحها الخاصة وبالتالي تجدد هذه الأشياء كل ما ظهرت هذه الأيدي الخفية طيب أستاذ عبد الرحمن هذه الأيدي الخفية حتى لا نتجاوز هذه النقطة إلى غيرها من هي هذه الأياد الخفية التي تعمل على تأجيج الصراعات في منطقة النيل الأزرق وما هي مصالحها طيب دي بقودنا لأنه بما قال إخواننا أن النيل الأزرق لما قلت أغنى ولايات أو أقاليم السودان أقول من أغنى الأقاليم في السودان وهي مليئة بموارد الظاهرة والباطلة الذهب والمينجنيز وغيرهم وغيرهم غير الموارد المائية والأراضي الزراعية والخشب حاجات كثيرة جدا موجودة ويعرفوها الناس أكتر مما نعرفها نحن نعم وهي صراع مصالح كل واحد دائر أنه يعني يستفيد من هذه الموارد قبل ما يستفيد منها مواطنة هذه النقطة النقطة التالي في مصالح أخرى اللي هو الاستقطاب الحاد في هذه المرحلة وهذا الوقع الحش يعني استقطاب ليه من يحكم يريد أن يستمر في الحق ومن لا يحكم يريد أن يدخل في الحق وبالتالي وعلى حساب دماء وأرواح الناس يستغتب ليقوم موقفه بأي شكل من الأسكال مهما كان تمام في ذلك هذه النقطة التالية النقطة التالتة استغلوا يعني ظروف الناس وحاجاتهم في المرحلة دي والظروف الاقتصادية الحاصلة الآن ودعموا قيادات من مختلف الفئات دعموهم وأصبح هذا الدعم كنوع من الوظيفة يستغلوا ويعني يبمنوا ولاؤهم للمستقبل القادم طيب دي المنومة دعموا دليا أستاذ أبو ميديا لن أشترك قدام يعني ونتوسع بشكل كبير دين المنومة لقدم والدعم والله أنا ما أقول تريد لا يستبعد من خارج السودان وداخل السودان طيب والصراع الآن حتى في القرطمة حسب الاسترقاب الحاصل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكل هذه الأشياء تنتقل إلى هذه لكن المدخل هنا لهذا العمل هو الموارد الظاهرة وهذه جبان المنأة بالمعادن وتستغل لتدعم المواقف في المستمر الذي يستمر في الحكم وأن كان في الحال الآن ومن لا يدخل وما دخل الحكم يريد أن يدخل الآن هذا هو الحدف الأساسي لهذه الصراعات طيب حتى لا تكون مطلقة هكذا أستاذ أبو ميدين حتى لا تكون هذه الاتهامات مطلقة للناس يؤولونها كما يشاء إن كنتم تعلمون هذه الأشياء لما لا تخبرون عنها أو هؤلاء الأشخاص بشكل واضح ممتاز أنا أفتكر ليس في النير الأذري فقط أنت تعلم أن الصراعات الموجودة على مستوى السودان في دارفور وفي الشهر وفي الغرب كلها صراعات واضحة وما بيحتاج لتسميتها ولكن فقط نقول أنها هي صراعات مفتعلة لمصالح والأغراض وفوائد يجنونها فقط وكذا يعني لكن هي مصالح ذاتية حزبية اجتماعية وكل هذه أو قبلية وانصرية كلها لاستقنال هذه الموارد والاستفاد منها لمستقبل هذه هؤلاء الناس الذين يعجيجون هذا الصراع طيب اسمح لي يا أستاذ عبد الرحمن هرجع لكم المرة التانية لكن هنقل نفس النقطة للباحث في القضاءة السلام وفضل النزاعات أبو ميديان قال أنه في جهات عندها مصالح يعني جهات مختلفة حزبية وسياسية وجهات لها مصالح في تأجيج هذا الصراع في النيل الأزرق وفوصا بعد التجدد الأخير وهذه الأعداد من الكتلى والمصابين كيف تنظر لذلك هو في حقيقة الأمر طبيعة النزاع في النيل الأزرق هي ما تنفصل مما حدث في دارفور حدث في شرق السودان حدث في مختلف سويات مختلفة ومختلف الأقاليم ده برجعنا لحاجة أساسية أنه السلام الاجتماعي كان سايد في السودان هو ما نتاج قرار لحظي وإنما هو تطور للعلاقات بين المكونات دي سواء كانت قبلية ولا عرقية ولا إثنية تطور لحفظ التوازن بتاع القوة بينها كمكونات في إطار إدارة المصالح وده أنتج عبر حقب من السنين وإدارة الصراعات ذاتة حول مصالحهم أنتج مجموعة من العراف والقيم والمبادئ كانت بتشكل الحاكم بين القبائل دي وتحفظ توازن توازنات القوة عبر ما يعرف كان بالنظام الإدارة الأهلية اللي كان عنده فعالية في السابق في إدارة هذه التوازنات وفي مستويات من الارتباط بالسلطة كان في مستواها في الإدارة الأهلية أو حتى ممارسة السلطة على المستوى السياسي اللي هو ما كان عنده تدخل مباشر في إدارة العلاقات بين القبائل للأسف الشديد في الثلاثي سنة السابقة بتاعت النظام البايد تم تفكيك بنيا المجتمعات وتفكيك الإرس بتاعتوازن القوة القائمة على السلام الاجتماعي الأساس للسلام الاجتماعي البنته المجموعات القبالية عبر حقب طويلة وعبر تجارب وخبرات طويلة من إدارة الصراع والمصالح تم تفكيكه حتى لو أخذنا مثال تم تفكيك النظارات لأمارات حتى المجموعة القبالية الواحدة اللي كانت تكون تحت إمرأة ناظر واحد تم تفكيكه لأمارات كل خشم بيت أو مجموعة من داخل القبيلة اتعملت لها أمارة بقرار سياسي واللي دي كانت سياسة خاطئة جدا وده نهج الأنظمة الدكتاتورية أصلا عشان تستمر في السلطة بتعمل على ممارسة سياسة الإقصاء والاحتوال هذا واحد من العوامل العامل الثاني غياب المشروع الوطني لإدارة التنوع في السودان اللي هو كان ممكن يقوم على الاستثمار فيما طورته الروح الاجتماعية للتكوين السوداني عبر الحقب السنوات الطويلة يعني من إرس لحفظ التوازن بتاع القوة بين المكونات بحيث إنه ما بكون في تغول على مصالح أو في عدم قدرة على حفظ حقوق المجموعات اللي هي أقل في التكوين يعني غياب المشروع القائم على إدارة التنوع خل فيه فراغ كبير جدا اتمددت فيه المجموعات بتاعة الأنظمة الدكتاتورية في أنها أصمر فيه وفي نفس الوقت شيوع ثقافة العنف لتطاول أمد النزاعات المسلحة في سودان ده ساهم برضو في زيادة حدة الاستغطاب وبالتالي انتشار السلاح في أيدي المدنيين وده ساهم في أنه طبيعة النزاع تنتقل من العنف البسيط للعنف الواسع يعني في السابق أصلا في خلافات بتحصل لكن زي ما قلت لك الأليات كانت موجودة في المجتمعات المحلية لأنه كانت قادرة تطور النظام بتاع السلام الاجتماعي قام على التوازن بتاع القوات هذه معلومات جيدة الحاجة الثالثة في نقطة ثالثة أيوة اللي هو غياب مبدأ تعريف مفهوم المواطنة كان على المستوى التشريعي والقانوني بشكله المرتبط بالتعقيدات بتاع التكوين الاجتماعي السوداني والأعراف والقيم السوداني هو الذي يحمل الجنسية السودانية وهو الاخرية مشكلة لكن في تعريف ثاني محتاج كان تطوير لأنه مرتبط بعدك بملكية الأرض لكن الحقوق وين يعني المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات لأنه عندك مستويات مختلفة من إدارة المجتمع نحن ما دولة حديثة ما قدرنا نطور نموذج لدولة حديثة لأنه ما مرينا بتجيره بتاعة نظام حكم ديمقراطي مستدام ومستقر أسمح لي لضيق الزمن تذكرت لنا ثلاثة نجاة هي الأسباب الأساسية في تجد النزاعات ليس في النيل الأزرق وإنما في كل السودان من ضمنها النظام البائد وغياب المشروع الوطني وتعريف مفهوم المواطنة لن نخصص الحديث لأنه اليوم نتحدث عن النزاعات التي وقعت في النيل الأزرق وذكر أستاذ أبو ميديان بأن هناك جهات حزبية جهات داخل السودان وخارج السودان أيدي تعمل على تأجيج الصراع بشكل واضح لمصالح في منطقة النيل الأزرق وإعتباري أنها واحدة من المناطق القنية جدا كيف تنظر لهذا التجدد لهذا النزاع وهذه الأعداد من القتلى أيوة هو الأولى حاجة في النحظة الغهنة في غياب تام للدولة ما في دولة بعد انقلاب 25 أكتوبر انهارت مؤسسة الدولة وبقتياز جزء من الصراع أصلا كان سياسي ولا اجتماعي مؤسسة الدولة نفسها كان عليه مستوى قيادات كأفراد ولا أجهزة ضعف مؤسسة الدولة وغيابة أسهم بشكل كبير جدا لكل من يريد أن يستثمر في خلق نزاع في نقطة مهمة جدا ذكر أبو ميديان الصراع على الموارد وده أساسي وجوهري في تجدد النزاع على الموارد أني لذلك غني بالدهب بالكرون بالأراضي الزراعية بيغيروا بتبرز أسئلة في مؤسسات عسكرية للدولة موجودة لكن وين مشروع الدولة في توظيف المؤسسات في أنها تقوم بدورها الأمن في ما يعرف بالبريفينتي الأمن الوقائي منع حدوث النزاع نفسه أعرفت كيف لأنه في قراءات ومؤشرات قاعدة على الأرض في أنه ممكن يحصل النزاع اللي هو هذا اللي يجعل بتبقى فيه أسئلة منول عنده مصلحة في تفجير هكذا نزاع منول عنده مصلحة في قيادة المجتمع لأنه بيده يفكك بنية سلامه الاجتماعي السابغة وقدرة على إدارة الصراعات الصغيرة مثلا بداية الصراع كان سؤال حول مثلا المطالبة بنظارة دي في الساب دي ما تجربة جديدة في النيل هاصلة في أغاليم كثيرة في السودان قبل إسبوعين ثلاثة كانت هنا في شرق النيل بين البطاحين والمغاربة لكن كان عنده أليات اللي بديروها بها يعني أنت طالبت بنظارة في أعراف في قوانين ما بتخلق صراع ما بتجيب الصراع للمرحلة دي قد تكون في أيدي أنا ما عندي معلومات لأنه دي بتحتاج لمعلومات تتمل السيساق منها لكن الاحتمالية عالية قد تكون في أيدي عندها مصلحة حتى الأيدي الخارجية في ظل الهشاشة الماسلة تستطيع أن تعبس بالسودان عشان تقدر إنها تسيطر على الموارد بتاعتها تنهب إن شاء الله هنعود لك وعشان نتكلم في التفاصيل أكتر وضيوفي العزاء لكن خلونا مش فاصل نجر عزاء وإشان نكون معكم حلقين حول الاختتال الكبلي وتجدد الأحداث في أكليم المي الأسق أهلا بكم مجددا مشاهدين في هذه الحلقة من دائرة الحدث والتي خصصنا للحديث حول الاقتتال القبلي وتجدد الأحداث الدامية والاقتتال القبلي وكما وصفه محمد بكر حسن بأنه تهجير قسري لكبائل الهوسة ومناطق النيل الأزرق محمد بكر الإحصائيات الرسمية قالت إنه في 13 قتيل والمصابين عددهم 24 نفر لكن في جهات غير رسمية قالت إنه العدد أكبر من كذا أحصل شنو عدد الناس كم يعني القتل وتفاصيل أوكي أنا والله حقيقة هو عدد الناس أكبر من ذلك بكثير الأحداث ذي لأنه هي منزل الخميس الفات طيب مستمرة وتم محاصرة غريط أمدرفاء لمدة أربع يوم اليوم الآن هي قد تكون محاصرة غريطة غريطة السبعة طيب محافرة من كل الاتجاهات إنه ما في داخل ما في خارج كل المواطنين موجودين في مؤسكر الجيش موجود جزء من الناس يقولون إنه تطلو جزء ما تطلو وشعرين حاجاتا في أرباط الحداث التي انتقلت هي من قرية 6 في محل الثلماهي الآن هي الأحداث مدويرة في قرية 1 وقرية 3 الأجهزة الأمنية أنا ذهبت إلى النيل الأذرك يعني في أجهزة أمنية هي موجودة في الناس من الناس لكن للأسف ما قد تدخل ما قد تدخل لا أدري ما هو السبب إنه ما قد تدخل شايفة الاشتباع ما تدخل ما بتدخل ما بتدخل إلا وكتنوا الحاجة إنه تاخد لا زمن حتى بعدها يدخل يقولوا فراجة لا أدري لماذا الأجهزة الأمنية هنا في الخرطوم يعني لو في موكب يجهزوا أبو طيرا وغيره وغيره وبوليس والنازم مجهزين لأنه في موكب هنا في الخرطوم وفي الموكب هو ما فيه اختطال يعني إنت هناك الهصل أنا قد أعتبر أنه قد تكون مؤامرة مؤامرة قد تكون مؤامرة الشغل بتاع إنه إنه في أمل خارج أنا بختلف مع الأستاذ في بعض النقاط بالذات في النجمة وخص بالشغل الذي هو ماصرة بتاع إدارة أهلية وما يندو علاقة بالأمل بتاع إدارة أهلية والمعروف إن الحوثة هم قد يكون منتشرين موجودين في كل أغالم السودان الآن الحوثة هم قوانوا آلية آلية السلم المجتمع لأولاة النازسين والمصير المختلف الحوثة ماذا دعنا الحكومة إنه هي تجيف معام ما تجيف معام لكن الحكومة إنه تجيف مع الحق الحكومة تفصل بين المواطنين ما قد يتدو ما قد يشتري سلاح من القبائل إنه قد تكون وجود في السلاح في السودان ما قد يشتري سلاح يعني هي قبيلة قد تكون مسالمة الآن قد تتم الاعتداء عليها وقايت تكون في أجهزة أمنية وقايت تقول إنه ما في تدخل في مانا ما زاياني هذا قاعد يدين السلاح من المساعد الحكومة حشم لا لا السلاح حوثة ما قد يشتري سلاح ما إنه سلاح يعني اليوم والليلة ما شعلين سلاح طيب لم يعني ما حصل إنه شعلوا سلاح يعني في كل أغالم السودان موجودين إنهم نظموا سالمين لأنه قادي يعتبروا إنه في احترام للدولة قادي يحترموا الدولة لحيبحك بالدولة لكن الآن الدولة هي ما قادر إنه طفرط حيبتع من المفترض من ظهور الفيديو بتال إدارات الأهلية اللي قادر يكون موجود في النين الأدرك لأنه هم مواطنين مهما يكون مهما ألشان المواطن هو مواطن في النهاية يتطبق على القانون يتطبق على العدالة مفترض إنه كل من ظهر في المؤتمر بتال إنه إنه يطلط مواطن دار ينزع حق مواطن زي يعني ما في أي فرق بينه إنه ينزع حقه يشيل يشيل الرغم الوطني ينزع راديه مفترض أن يقمده إذا كان أصلا في دولة لكن الحاجة دي للأسف الشديد لم يحصل بمعنى إنه الدولة زاته أو المكون اللي قادر يقوم موجود في الدولة هو لم يحترم لم يحترم مكونات الحوسة لأن الهوسة هم الآن هم محترمين الدولة والمصير المشتركة الشباب اللي قونوه الآن إنه يقول مصير المشترك ما قادر يعتبر إنه الحوسة براء مصير المشترك قادر يعتبر كل المواطنين بتالسودان إنه قادر يكون مصير مواهد ومصير المشترك بإمكان ما الآن أنهنا شايفين إنه الشغلة دي إذا مرتبط مش لجدام لا يفرط حيبت الدولة إنه يقبض على الناس القادرين الآن يزيء وينشر في الخطاب بتالكراهية والناس القادرين يجتموا عشان إنه يمشي حجمه إذا الدولة هي لا تستطيع لا تستطيع إنه تمشي إنه تقبض لا تستطيع إنه تفرط حيبت أليهنا بالشباب بتات آلية المصير المشترك إنهم في كل أنهاء السودان إنه يطلق يغفل كل السودان ما لأنه دي المواطنين المشكلة منتج في الحوسة الموجودين في النيل الأذرق طالما إنه الحوسة يتأثر في النيل الأذرق منك بإنه الحاجة بإنه تنتقل لأغاليب أخرى وفي أغاليب الأخرى الناس دي موجودين معهم في السلام إنه قاد يكون ويعم لابد إنه كل الشعب السوداني كل الشعب السوداني مالحوثة فقط المصير المشترك اللي قاد نتكلم قاد نتكلم عن مصير المشترك بتاع السودانين كلهم حتى الحمج الموجودين في مناطق أخرى في السودان وقاد يعتبر إنه نحن كلنا كمواطنين وإنه مصلحتنا إنه نحن نعيش في سلام اجتماعي ونعيش مع بعض إنه يطلق ويتظاهروا ويوروا الحكومة دي إنه تبرد حيبة الدولة ما في سؤال إنه مصلحة للغبائل الموجودة في النيل الأذلك ولا الحوثة إنها مصلحة إنهم يقتطلوا فيما بينهم لأيين كونه إنه تجي مصلحة إنه تهجر فالهاجات دي هي من السابع المستهلات الآن إذا هذه الدولة الاقتطال الغباء لإنه قريبه لكم شعر كانت يحصل وكانت يحصل إعتداء من طرف واحد كانت يحصل إعتداء كانت يكون من طرف واحد إذا الدولة هي ما لا تستطيع الآن إنها تدخل وتقبط على الجناة حتى لو كانوا هوثة ولو كنت أنا ذاتي إذا أنا أصل جزء من هذا إنه يقبض إذا الدولة هي لا تستطيع أن تأفع على ذلك فلتخرج علينا بخطاب أو بمؤتمر صحفي إنه هي غير غادرة على حماية المواطنين فبعد ذلك أي أزول بتهسس فوق إنه يقدر يتقايي أشكيز أسمح لي دكتور محمد أب بكر حسن إنه أمشي لأبو ميديا إن كان لازال معنا في الخط أخوة في الكنترول سيد عبد الرحمن هل أنت معنا؟ عبد الرحمن؟ ربما سيد عبد الرحمن دارين نعرف الآن الأوضاع في اللحظة القاعدين نتكلم في هذه الآن في النيل الأزرق الأوضاع شكلها كيف؟ وإحصائيات عدد القتلى والمصابين حتى الآن هل هناك إحصائيات من الجهات غير الرسمية واضحة خصوصاً إنه الجهات الرسمية أعلنت عن أعداد معينة كيف بيتقيم برضو التدخل الحكومي في هذا الشأن ليقاف الاقتتال والنزاعات؟ يبدو إنه فقدنا الاتصال بعبد الرحمن الإخوة في الكنترول حيعودوا الاتصال به للمرة الثانية خلينا نعجيك البحث في قضايا السلام وفضل النزاعات كيف تقيم تعامل الجهات الرسمية مع ما يحدث في إقليم النيل الأزرق الآن مع هذه الأعداد من القتلى والمصابين؟ دي واحدة من أفشل مؤسسات الدولة في تاريخ السودان في إنها تتعاطى مع وضع أمني بيروح ضحايا ومواني سودانيين وإنها حتى السيطر عليهم زي ما قلت ليجي بيهل إنه وزي ما يتفضل أستاذه حدد بكر إنه في ثلاثة أربعة أجهزة أمنية قاعدة في الإقليم كيف بتسمح بإنه مواطنين يعتدوا علي مواطنين وهي دورة شنو مناطبها حماية المدنيين مش كده؟ من الاغتتال مع بعض وما البعض سواء كانت مجموعة قبلية ولا غيره عدم دخولها في إنها تحمي المواطنين من إنه يعتدوا علي بعض وما البعض ده واحد من مظاهر غيابة دولة الحادة جدا وده عنده مخاطره الكبيرة وما في مواطن بيفترض شروط مواطن عليه زولتاني كل المواطنين السودانين هم مواطنين عشان كده في ضرورة لتطوير الفهم ده تعريف المواطن غير الغانون في البنية المتعة المجتمعات التحت ده محتاج شغل واسع جدا عبر مؤسسات دولة والمجتمع المدني والقوى السياسية وغيره ومحتاج أسل اللحظة دي اللي يتضامن واسع جدا مع الشعب السوداني لحماية مصالحه في الاستقرار والسلامة الاجتماعية يعني ما يحدث من اعتداءات قبلية في غليم النيل الأزرق وبات إنه مهدد لوحدة النسيج الاجتماعي السوداني كله لأنه قد يتمدد وبتبقى في ظل غياب دولة قد منزلت إلى حرب قبلية وأهلية واسعة جدا في السودان المسألة دي هي ما بالبساطة دي ما يحدث في دي الأزرق وقبل ما عشنا تجربة دارفور وبدأ تمتد كان لشرك النوبة البني عامر تغريبا فدي ضرورة ملحة طيب اسمح لي برضو في نقطة جوهرية جدا ومهمة خالص الشعب السوداني لابد أن ينتبه كل القيادة الماسلة في السلطة الحالية هي ما بتدفع تمن بيدفع تمن المواطنين كلهم بمختلف تكويراتهم في دي الأزرق عدم الاستقرار بيدفع تمن كلهم بمختلف جبائلهم وهم أصحاب المصلحة الحقيقية في الاستقرار ما القيادة السياسية ولا قيادة عسكرية دي المأصحاب مصلحة حقيقية ومباشرة الآن هو صراع بتاع السلطة يعني كان في الإغليم ولا في المركز لكن اللي بيدفع تمن هو المواطن السوداني دي في نيل الأزرق في دارفور في الشريك في مناطق النزاعات دي هو اللي بيدفع تمن هو اللي بيبقى نازح هو اللي بيتم تهجيره زي ما قاد يحصلتش في نيل الأزرق هو اللي بيموت هو اللي بيفجد موارده الاقتصادية هو اللي بيفجد استقراره طيب أستاذ عبدالله في أصوات بتنادي بضرورة مراجعة اتفاقية سلام جبه وكثير من التفاصيل السياسية المحيطة بما يحدث في إقليم الليلة الأزرق وما يحدث في السودان ككل أنت في بداية اللكاء والساعة الحديث وتحدثت عن كل النزاعات التي تحدث في السودان ككل ألا تعتقد أن مراجعة اتفاقية جبه أمر مهم للغاية الأتفادك هي أمر بات ملح أكثر من أنه مهم بات ملح وضروري يمكن أننا قبل توقع الاتفاق بإسبوعين كتبت ورقة مطولة عن المنهج التفاوضي التام في جبه والتنبات بالمخاطر اللي بتحصل فيه يعني جراء المنهج دي أول خلل وديزا حاولنا نربطه مباشرة بما يحدث في النيلة الأزرق هو المسارات الجغرافية ودي ما بيتخاطب قضايا بشكل واضح لأنه اختزال طبيعة الصراع ده وتطاول أموده من سنة خمس وخمسين النزاع المسلح لغاية اللحظة اختزاله في مسارات جغرافية لقضايا في ظل بنية اجتماعية استثمر فيها المؤتمر الوطني على تفكيكه ده قاد الناس لطوالي حكاية الانحياز القبلي وده بدت بوادره طوالي في الشرك ترك الانجلاب غيره يعني ده واحدة من المخاطر اللي هو خلى العملية السياسية وطبيعة القضايا اللي بتحدث التغيير المبني على إدارة التنوع والبيحقق المواطن المتساوية لكل السودانيين والبيحقق انتقال ديمقراطي خلى تتراجع لصالح الصراع المحدود في المسارات الجغرافية كان منطقتين ولا شرك ولا ما بعرف مسار الوسط ومسار الشمال وغيره وتراجع القضايا الكلية اللي بتربط المواطنين السودانين من مختلف تكويناتهم العرقية والقبلية ويفكروا يجايم علي مصالحهم المشتركة في الاستقرار والتنمية العادلة والمشاركة في صناعة القرار السياسي وغيره وتراجع ده القادل هذا القادل الواقع الماسي المؤتمرين على اتفاق سلام جبا لا يقبلون بعملية المراجعة هذه ويرفضون المبدأ من الأساس في حلقة الأمس قال أحد الموقعين بأنهم لا يقبلون أن يعدلوا في هذه الاتفاقية ولا شولها الأوطان لا تبنى بالعنتريات والاتفاقيات في كل التاريخ البشري العملية السياسية قابلة للمراجعة متى ما أكتشف خلالة والخطأ والأخطاء الموجودة فيها فهو داد نوعنا المزايدة السياسية المتخدم أي مشروع لانتقال ديمقراطي أو استقرار سياسي أو حتى استقرار أمن في السودان ليه بيرفض هو صراحة حول السلطة ارتباط الفكرة وجود الأطراف في السلطة السلطة بغير سلام شوف سلام سياسي ما ببني على سلام اجتماعي ما بيستمع ما بيستمع ولا بيحقق استقرار بيبقى حاجة فوقية معلقة في الهواء السلام ما ناس أصحاب المصلحة الحقيقيين ومجموعات الساكنة في مناطق النزاعات وعمومة الشعب السوداني هم اللي يدفعوا تمنى السلام وبيساهموا في بناء وبيحققوا الاستقرار هم يدفعوا تمنى الحرب نزوح وموت واللجوة فقدان لمواردهم وفقدان شنوله استقرارهم الكلام ده ما حكيم إذا صدر من أي قايد سياسي إنه اتفاق جوبا لا يتراجع فيه ولا شوله من أي طرف من الأطراف كلام يفتقل الحكمة مصلحة قادة سلام جوبا وقادة الجفة السورية هي في مراجعة الاتفاق دي مصلحاتهم الحقيقية إذا نظروا لها بالصورة الحقيقية طيب استاذ عبد الله هي قوة ديمقراطية قوة سعية للسلامة الاجتماعي من حق من مصلحتها إذا تعمل على المراجعة أيوة عشان تبني بلد يعني نعم اسمح لي أن أمشي وشرطة لمحمد بكر من الجهود الرسمية لمعالجة أزمة النيل الأزرق وهذا الاقتتال إنه مجلس السيادة شكل لجنة عقب الاقتتال التي شهدتهم مناطق واسعة بإقليمة النيل الأزرق الكلام هذا كان في يوليو الماضي هل تعتقدون أن اللجنة التي تم تكوينها فشلت في أداء مهامها لحظ الأمن والاستقرار بشكل واضح والدليل على ذلك تجدد هذه النزاعات أولا أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أنا لدي مداخلة بالزادة للوضع الراهن اللي قا تكون نحن الآن نحن الآن في حالة وجود لا دولة السودان هو الآن في الحاوي هو بالدهرج وبالحرق الكلام ده بتحمل المسؤولية من المسؤولية التاريخية بتحمل التنظيمات السياسية الموجودة الآن في الساحة سواء كان على مستوى المؤارضة اللي قاد تكون موجودة الآن أو على مستوى الحكومة كلهم يتحملون المسؤولية الشعب السوداني عندما خرج في ديسمبر كان الحاجز بتاعة الأقاليم يتكسر ما يقولون حكومة النقاس كانت 30 سنة هي بنت على الأمل بتاعة القبائل ولكن جات في لحظة حقا ديسمبر أن كل الشعب السوداني يتوحد في الغيادة الأمر الغيادة السياسيين عندما أتوا كلهم أصبحت الصراعات في السلطة كما هو الموجودة الآن يعني الليلة يعني كل الأحزاب السياسية الموجودين الآن يعني كأنما ما يحدث في النيل الأذرق هو لا يهلمه ولكن هنا في القرطوم عندما تخرج الناس مواكب يعني أنه يجرح ذول ولا ذول يموت أنت تعالي شوف الميديا شهيد يعني تعالي شوف الميديا هي ما زالت بمعنى أنه الذي يهدث في النيل الأذرق أو يهدث في لقاوة أو يهدث في أي مناطق أخرى يعني يعني هنا في القرطوم لا يهمهم كثير يعني لأنه ما حدث في القرطوم وده أسباب المشكلة في السودان هو من سنة تأسيس الدولة السودانية يعني من سنة 55 قبل الاستقلال ده صف الصراع والجنوب هو انفصل وراح طيب الآن المجل السيادة هو شكل لجنة وزهبت وليس أننا ما عارفين اللجنة ذاته هي قاد تعمل شو شنو لبعن عصر هي ما في لجنة شكلوها بس تشكيل بتاورت وبعدها يجي أنه ما في عمل على الأرض الواقع يعني ما كان في أي لجنة لجنة أي تم تشكيل لجنة بتاورت تحجيك وتقصي والله ذاته نحن كالجنة أوليا يعني ما عارفين ذاته اللجنة ذهي مصيرا وينو حي قاد تعمل في شو ذاته نسيناء ذاته لأن الأحداث يومي قاد تحصل الاعتداء يومي قاد تحصل كل المناطق تم تحجيرها اللوت الله كريم المجمع بتا طيبة قني السرق النادي كل المكونات بتاورت الحوز قاد تكون موجود من المناطق كل الناس راهلت منها موجودين الآن في أمدرفاه في مهلة والدلماهي ويقول لهم موجودين نازهين في النيل الأبيض في سنار في الأبيض في نحصل البحر الأمر طيب مكتب الشؤون الإنسانية لأمم المتحدة في السودان قال إنه الأوضاع الأمنية في محافظة والدلماهي ومناطق أخرى في الإقليم في إقليم النيل الأزرق لا تزال حتى الآن متوترة يعني بشكل كبير ولا يمكن التنبؤ بمعالاتها الآن أنا سألت هذا السؤال لعبد الرحمن أبو ميديا لكن يبدو أننا يعني فقدنا الاتصال معه الآن على الأرض كيف تبدو الأوضاع؟ على الأرض الآن زي ما قلت لك قبل شوية تجلد الصراءات قبل شوية يعني في محلية والدلماهي في مدينة واحد ومدينة ثلاثة ومدينة أربع أصلا هي شقالة دخلها للليلة الليلة الآن اليوم ده الأصور ده بعض الأصور شقالة أمدرفاه غريصبة يقال تكون مهاصرة ده الآن الوضع الآن كل المواطنين بالذات الشهو بتات الحوصة هم موجودين في كل أنهاء السودان في هالة حقا يعني قضب قضب آرم من تقاوس الأجهزة الأمنية التي تكون موجودة في الدولة أنا فيها جهة واحدة بزارنا فقط إنهم الأجهزة هي الدولة أنا لا يوجد المشكلة أنا حاجة تنمي الناصر لا يوجد المشكلة مع القبائل لا يوجد المشكلة قبلي لكن الآن سكوت الدولة خلا نحن نجي نتكلم في أمر بتاع قبيلة للأسف الشديد نحن يتطبر نفسنا إنه نحن خلاص يعني ذهبنا للأمام إنه قولنا تتكلم لقبيلة لكن رأينا إنه فيه عملية قد تطهير إرقي وتهجير قصر قد يحصل للناس والدولة ساكتة والإعلام قد يكون ساكت الدولة عندها عندها زوم محدد فقط هي قادرة إنه تفرضها تطلع لنا خلال 48 ساعة ورين 28% طيب وصلت الفكرة الهوسة والأنقسنة في النيل الأزرق أن تتعايش بشكل سلمي وكيف يمكن يعني إيقاف هذا النزيف للدم الآن تحدث بأن الوضع الآن هناك مناطق محاصرة والاقتتال لا زال يتجدد ما هو الحل؟ المجموعات القبلية في دين الأزرق كلها لابد من أنها تدرك إنها هي صاحبة المصلحة الحقيقية والمباشرة في الاستقرار وهي عندها إرس في إدارة سلامة الاجتماعي والإرس زي ما قلت في بداية مدبنة في يوم واحد هو تراكم لبناء علاقات وحفظ لتوازن القوة بأعراف وقيم بنتها المجتمعات دي نفسها لابد بإدارة تدرك الخاسرة الأكبر هي كل الجبائل دي ما جبالة الهوسة براء التفكك الحاصل في النسيجة الاجتماعية ستدفع تمن كل جبالة دي الأزرق لابد من إدراك ده كل ما سيخسره يعني ما في كاسب في المعركة دي كل الأطراف خسرانة ويجب لا يستمعوا لأي قوة أي كانت سياسية غيره في إنها ولا يسمح لها بإنها تستغلهم في تفكيك النسيج والاجتماعي لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقة في الاستقرار ودية شرارة إذا ما اجتهدت القيادات المحلية كشبابية ولا نسوية ولا إدارة أهلية في إنها تعيد تصحيح الأوضاع دي وبين سرعة حيدفع التمن كلهم لأنها ما بتجيف هي شرارة معدية ما في زول بيمتلك سقوك المواطنة ما في مواطن بيمتاز عليه مواطن في غانون بتاع الدولة مفروض إنه بنظم العلاقة وفي أعراف وقيم بين المجتمعات بتحفظ توازن القوة بتنظيمها يعني دي المهمة العاجلة للمجتمعات المحلية في إنها تفوت الفرصة عليه كل من يريد أن يعبس أو يستغلها لأنه ما بيدفعوا التمن قبيلة واحدة طيب بيدفعوا كلهم الخاسر هو إنسان أني نزرق هو صاحب المصلحة الحقيقية في قضايا السلام وفقاً لزاعات الأستاذ عبدالله لذلك شكرا لك عفواني يمتد شكري لك أيضاً وضو لجنة المركزية العليا لإدارة أزمة النيل الأزرق الدكتور محمد أباكر حسن شكرا لك شكرا لكم أيضاً مشاهدين لنتبهت هذه الحلقة من دائرة الحدث والتي خصصنا لحديث حول الاقتتال الكاذلي وتوجد المزاعات والكتب بإقليم أن المؤلاء تحياتي أريكا العم حوالي أبا ترجمة نانسي قنقر